تطبيق تلقرام أصدقائي حاز على تنزيلات بالفترة الأخيرة عالية جدا بسبب القصة التي صارت على الواتساب التطبيق بصراحة يملك واجهة جميلة يملك كثير فيه ميزات وحركات مخفية طيب بما أنه كثير أنتم مهتمين فيه وشفت كم من التعليقات كبير خلينا أعطيكم حركات مخفية وأشرح لكم عن كل شيء بهذا التطبيق الذي ستستفيد منه بشكل كبير أكيد بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ارجعنا بهذا الفيديو سنحكي فيه عن تطبيق التلقرام الذي سيصبح واحد من التطبيقات المشهورة بشكل كبير أنا صراحة أن التطبيق أستخدمه من زمان فترة كثيرة منيحة بحكم أنه كان يفيدني بشغلي بالمحادثات التي ستحتاجها أنها تكون نوعا ما مشفرة بالمحادثات التي لازم لا تكمل يعني لا تظلها موجودة أنها تنحدف هذا يفيدني بشكل كبير تطبيق واسع حلو فيه معلومات كثير وبنفس الوقت التطبيق سننصحكم أن تشتركوا بالقناة لحتى تعرفوا عنه أكثر وتفعلوا زر الجرس بحيث إذا قلنا عنه مرة ثانية تكونوا أنتم موجودين وعطينا لايك للمقطع وتابعنا على الفيسبوك وإنستغرام كل شيء موجود بصندوق الوصف وننتقل مباشرة للهاتف حتى نعطيكم كل تفاصيل حابين تعرفوها وقومنا نبدأ الفيديو أصدقائي عندي إعلان بسيط لتطبيق باز التطبيق باز هو منصة عربية تقدم لك محتوى عربي مخصص ما بتلاقيه موجود بمكان ثاني فيك تدخل على التطبيق من الرابط الموجود تحت وتسجل فيه وتتابعني بكون على هذا التطبيق موجود وبقدم محتوى خاص ما بنشره على اليوتيوب وهو أيضا محتوى تقني لكن سيكون فيه أفكار ما رح تشوفه بأي مكان ثاني وفيها معلومات تقنية رح تفيدكم وأيضا في بعض المحتوى اللي بنشره على اليوتيوب رح تلاقيهم في حال ما شاهدته إذن رحوا أصدقائي على الرابط الموجود بصندوق الوصف وسجلوا بهذا التطبيق وأيضا تابعونا هناك ندخل على التطبيق أصدقائي أول شيء بعمل رح أروح للإعدادات وأرجيكم كل شيء بالإعدادات ومن ثم ننتقل للأمور الثانية بداية ذلك رح يكون شكل حسابك عندك هنا رقم الهاتف بعدها يكون شيء اسمه اسم المستخدم ضروري تحط إليك اسم المستخدم ممكن نحكيها بفيديوهات ثانية ليش بهم موضوع اسم المستخدم عندك شيء اسم ونبذة تعريفية إذا حاب تحكي عنها الإشعارات والأصوات الخصوصية والأمان البيانات التخزين إعدادات المحادثة عندك كثير من الأمور ممكن تستفيد منها هنا وتغيرها على كيفك لو رحنا مثلا على إعدادات المحادثات وهو ميزة مش موجودة بأي مكان ثاني من باقة الطبيقات طبعا بهذه الحركات الموجودة هنا كثير بتحط اللون اللي بدك ياه بتحط الشكل اللي بدك ياه بتحط كم سطر بدك تكون المحادثات استخدامك لهذا التطبيق مروح لشيء اسمه المجلدات فكرة المجلدات إنه هون فيك تنشئ أنت مجلد من هون وبتحط فيه المحادثات مثلا بدك تعمل أنت مجلد وتسميه مجلد العائلة وبتحط كل أسماء العائلة اللي فيه أو كل حسابات الموجودة للعائلة مثلا فيه أو الأصدقاء أو الآخرين ما فينا نحكي إنه هي هاي مجموعات لكن هاي مجلدات يعني بتصير تفصل الأسماء كل واحد لحال تعمل أنت مجلد من هون وبتصير تدخل الأسماء عليه اللي بعدها أصدقائي عندنا الأجهزة وهي الأجهزة اللي يمشغل عليها أنت التليجرام سواء كان جهازك ولا كمبيوترك ولا أيضا أجهزة ثانية كونه التليجرام أصدقائي بيسمح لك أنك تفعل تطبيق على أكثر من جهاز سواء فيك على التليفونين سواء بدك على الكمبيوتر كلها سيكون موجود وسبب أصدقائي لأن هذا التطبيق بيحفظ لك المحادثات على الكلاود عندهم أو على السيرفرات لن تكون محفوظة على جهازك فانتقالك من جهاز لجهاز لا يوجد داعي تعمل أي شيء فرمت امسح كل شيء هنا وقط تعمل كل محادثاتك تنتقل الآن حسب تليجرام كل بيانتك محفوظة بسيرفراتهم بشكل آمن بعدين عنه هنا اللغة مباشرة إذا لم تريد تغير لغة الجهاز من هنا تضع اللغة التي تريدها وميزة جدا جدا لأنه شاهدوا السرعة كبس تلك كل شيء مباشرة كنت حطيت إنجليزية ورجعت عربي كل شيء رجع عربي وفعلا ميزة رهيبة الآن لو رحنا على الخصوصية والأمان أصدقائي واحد من الأماكن الذي يجب أن تتمشي فيه خطوة خطوة وتعرف كل شيء فيه عندك المستخدمين المحظورين في حال أنت حاضر حدا سيطلع لك هنا رقم الهاتف لمن يريدك يطلع انتبه هذا الموضوع مهم جدا أنا مثلا لا أريد أحد يشوف رقم الهاتفي مثلا عندك الرسائل المحولة عندك المكالمات عندك المجموعات هاي الكل بيشوفها الآن لو رحنا للأمان عندك رمز القفل بتقفل التطبيق نفسه عندك بعدها التحقق بخطوطين أمر مهم جدا طبعا أنا هون فقط لغاية التصوير مع طلو تروح عليه وتبلش تحط انت تعين كلمة سرب طيب ما نكمل الآن عندك حدف حسابي شو يعني حميزة حلوة كثير يا جماعة في حال ونفرض لا سمح الله هاتفك صار اي شيء تركت الحساب اي شيء ممكن انت تحكيه او يخطر ببالك تروح على حذف حسابي وتحط انت غيبت لمدة مثلا 6 اشهر في حال 6 شهر ما استخدمت التطبيق رح يتم حذف كل شيء بهذا التطبيق وامر جدا يعتبر مهم وفي درجة من الامان عالي الآن بتنزل وتكمل وتشوف عندك هون البتات والمواقع عندك هون جهات الاتصال امور جدا مهمة انتو طلعوا عليها اصدقائي بشكل كامل الآن اصدقائي خلين نفوت على المحادثات ونبلش فيها خطوخة وبشكل طبيعي مثل اي تطبيق هاي المحادثة امامك وبصير تبعث الرسائل اللي بدكيها رح نبدأ مع اول ميزة انا بحبها بهذا التطبيق واللي هي انك مثلا بدك تبعث رسالة ونفرض كتبنا السلام بعثناها فينا اكيد نحدد عليها بشكل وفينا نمسحها مثلا من هون او في عنا انه ننسخها او في عنا نعدل عليها والامر اللي جدا انا بحبه مثلا نرجع بنعمل هيك وخلاص تم التعديل عندها بيبين اكيد عند الطرف الثاني انه معدلة هايها مكتوبة معدلة لكن ما بيبين شو هو التعديل امر ثاني اصدقائي بارسال الرسائل عنا مثلا رجعنا حطينا هون مثلا قلنا مرحبا هاي الرسالة حتى ارسلها في عندي عدة طرق اني ارسلها اولا نرى التلميحات الحلوة يعطيك مرحبا اعطيك فورا ايد او واحد عم يسلم امر جدا جميل ومتميز اذا لو ضغطنا استمرنا طبعا اعرف انه موجود على ايفون حتى ما تكتبوني لكن انا بحكي هنا بالتليجرام حسنا لو استمرت بالضغط على السهم سيطلع لي جدولة الرسالة وارسال بدون صوت اول شي الارسال بدون صوت لا يزحل وكثير في حال هذا كان باجتماع او حتى حاب تضحك عليها وتقول انا ارسلت الرسالة وانت ما انت بهد ترسله رياها بهذا الشكل ستوصل وما رح يطلع عنده اي نوع انواع التنبيهات طبعا اكيد ستظهر عنده انه رسالة لا يطلع في اي رجع اي صوت امر جدا حلو انه واصل لمرحلة تتحكم بنوع الرسالة لتوصل للطرف الثاني جدولة الرسالة ايضا امر جميل في حال انت ترسل رسالة بوقت معين لشخص بحيث انك تذكر بشي تضع التوقيت بالتفصيل اللي انت بدك وهذا الامر جدا انا اتمنى كل تطبيقات انهم يعملون طيب اصدقائي ما زلنا بنفس موضوع المحادث لو اضع ات رح يبلش يعمل يبحث مثل المشايفين بفيديوهات اليوتيوب لو تضع اسم الفيديو سيبحث لك عنه ويضع بشكل مباشر طيب اصدقائي ايضا امر ثاني لو خلينا النفس الشي الاتمح ونضع مثلا picture او pick يعني بس اختصار ايضا رح يبلش مثلا ونضع فرض cat رح يعطيك صور بساس بدقة عالة ودقة جميلة وبياخد لك البحث من الانترنت وكل امور فاي شي طبعا بيخطر على بالك رح يحط لك هون ويبلش يبحث لك عنه طيب ايضا امر ثاني لو حطينا اه ليش مسحناءات حطينا هون الجف كمان رح يبلش وهاي حطينا cat رح يبلش يعطيك صور جف متحركة للقطط اصدقائي هون فيك انت تبلش تبحث عن كثير امور في اختصارات لكثير شغلات ممكن تحط انا ما جربت اني احط مثلا فيديو لنشوف ممكن يطلع عنا شي او فيديو لسه موجودة عندهم لكن ممكن مساقوا يحطوها بلش انت ابحث رح يطلع معك امور كثيرة طيب في حال وسطك رسالة من الطرف الثاني فينا نروح نحدد عليها بهذا الشكل اول تحديد عليها اكيد في عنا التحويل الرد عليها من هون ما في مثل حركة الواتساب هون الرد لازم يضل لك شهد عليها وتبلش انت تكتب طبعا لو كتبت بهذا الشكل مثلا اه خلينا ارجع امسح حطيت له وعليكم تمام ما رح يظهر قد امامك لكن هو موجود لو تروح تحط رد رح تشوف انها طلعت هون بهذا الشكل فأكيد انت بتكون عم تكتب ما عندك مشكلة طب الامر الثاني اللي كان بدي اياه برجع بضغط واضغط بهذا الشكل انا في عندي هون مرة ثانية في حال بتكون بوتساب لازم ينسخ لكل شي موجود لأهون بتاخذ جزء اللي بدك بتنسخ بهذا الشكل وبترجع انت بتعمل رد وبتحط هون طب هكذا تقريبا احنا خلصنا من الامور الرسائل الكتابة لو رحنا لموضوع الصوت اصدقائي في عنا هون مايك التسجيل اكيد لو ضغطنا عليه بيبدأ يسجل بشكل طبيعي لو بدنا نلغي بنروح بهذا الشكل ونكون لغين لو رجعنا ضغطنا وعلقنا للفوق اعلم نعرف هاي الحركة اكيد الكل يعرف انه بهذا الشكل نسجل لو بدك ضلك ساعة السجل ما عندك مشكلة اذا حاب تستمع للتسجيل قبل ما ترسله بتحط على ايقاف هاي الموجود بهذا الشكل رح يطلع عندك هون المقطع وبتشغله من هون رح تبدأ انت تستمع له خلصت منه عجبك ترسله من هون ما عجبك بتحثفه من هون تكون امورك كلها تمام ايضا ميزة ثانية اصدقائي بموضوع تسجيل الصوت فانحنا لو عم نسجل صوت بهذا الشكل او حتى وصلنا تسجيل صوت بعد ما ارسلنا عملية الاستماع لتسجيل الصوت اصدقائي استخدام الهاشتاغ بالكتاب هون ايضا بيسهل عليك عمليات البحث ويعطيك بعض الهاشتاغ التي موجودة فيك تستخدمها بشكل سريع ايضا من عند ارسال الصوت في عنا لو حركنا بهذا الشكل رح يصير عندك شكل صورة حتى بشبه الانستجرام او شكل الفيديو شكل الكاميرا لو ضغط عليها بهذا الشكل رح يفتح لك الكاميرا ويبدأ انت تصور وتحكي فترسله عبارة عن مقطع فيديو لكن اعتقد له مدة محددة مع فممكن بس دقيقة بتكون بترسله فيها اذا حاب تحكي اي شيء ومن هون تغير اتجاه الكاميرا اللي بدك اياها واحدة من الاشياء اللي بتميزوا فيها تليجرام وهن يفتخروا فيها الستيكرز عندهم كمية هائلة جدا وبنفس الوقت جميلة تلاقيهم بيحثوا فيها ويحكوا فيها كثير انه لدينا ستيكرز كذا فهي حركة حلوة لو رح على زر الإعدادات من تحت رح نشوف في عنا شيء اسمه طبعا الملسقات الشايعة وعنا شيء اسمه الأقنعة فكرة الأقنعة هي فكرة حلوة تحطها تركبها على الصور وهنا الكورونا فيروس في أقنعة للكورونا فلو اجينا كيف نستخدمهم فيها حركات حلوة طيب لو اجينا ارسل رسالة بهذا الشكل هي عبارة عن صورة يمكننا التعديل من هنا ويذهب على الستيكرز وبنفس الوقت ارجع على الأقنعة الموجودة هنا وبدأ اضع القناع لأنا بديها مثلا عندي الماسك فيني اضعه بهذا الشكل وأكيد بصير اتحكم بحجمه ومساحته بالطريقة لأنا تناسبني وبديها الآن في عندي الكتابة بهذا الشكل فيها حركة مثلا اذا انت تكتب بهذا الشكل بدك تسمك الخط تضغط على هاي وتصير ترفع لأعلى يصير الخط اسمك بهذا الشكل بدك تغير اللون بالطريقة التي تناسبك شفت الخط سميك ونحف بهذا الشكل وهذا عدلت على الصورة طبعا هذا ليس تعديل هذا خربش على الصورة بشكل عام إذا حاب تعدل على الصور من الأمور التي تفيد الناس الذين يحب ويعرف أماكن بعضهم لو ذهنا إشارة الموقع أو الإضافة هنا هنا الموقع يوجد ترسل موقعك الحالي وفيك ترسل موقعك العادي في موقع يكون live الحي وفي موقع العادي هذا يظل يتبعك حسب وين تمشي كل قليلا مثلا تضع كل 15 دقيقة كل مدة 8 دقائق يبقى تحديث عن موقع فالشخص الثاني يتبعك ويظل يطمئن عنك بشكل مستمر أصدقائي بالإعدادات لدينا تبعثها لحالك تحكي لها أنه أرسال للرسائل المحفوظة تحويل للرسائل المحفوظة وبظلها محفوظة مثل ما شايفين عنها ستكون محفوظة بأمان وما عندك مشكلة وما تلمسح إلا إذا قررت تمسح طبعا أكيد هون تكتب مثلا لحالك شيء مثلا اليوم خلاص ستظلها موجودة عندك بهذا الشكل لا تذهب غير إذا شلت أكيد من الميزات المهمة بهذا التطبيق وهي الأمان والسرية وحذف الرسائل لو رحنا على نفس الاسم من هون وضغطنا على ثلاث نقط ورحنا على إنشاء محادثة سرية نضع إنشاء طبعا الطرف الثاني يجب يوافق عليها حتى يتلقى الرسائل منك لأنه سيوصل لإشعار أنه تم إنشاء محادثة سرية الآن لدينا عدة خيارات فيها مثلا سأعطي رسالة أقول فيها مرحبا بشكل طبيعي هون سأعطيك أنه سيكون تستخدم التشفير من البداية للنهاية اللي هي end-to-end encryption يعطيك كل هذه التنبيهات مثلا ما وضلها بخوادمنا تمتلك خاصية تدمير نروح على الاسم من هنا ونروح على شيء تحت عداد التدمير الذاتي من شغله ونختار كم بدنا مثلا أنا أحط ثلاث ثواني هذا الشكل أو ثانيتين نضع تم ونرجع والآن نبعث له رسالة طبعا يحكي لك أنه قمت بتعيين عداد التدمير الذاتي نضع مرحبا مثلا نفس الطريقة الآن بترسلها متى ما فتحها الطرف الثاني ستتدمر مباشرة بهذا الشكل تعد واحد اثنين وتختفي الرسالة مباشرة هكذا أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو وأحب أذكر مرة ثانية بتطبيق بازا أصدقائي اشتركوا باللينك الموجود بصندوق الوصف ادخلوا عليه واشتركوا فيه وسجلوا بهذا التطبيق وتابعوني سيكون اسمي بهذا الشكل موجود وأكيد مثل ما ذكرت محتوى خاص لبازا سيكون موجود محتوى تقني مو موجود بأمكان ثاني كان معكم عميدة من قناة تيك توبي يا أصدقائي لا تنسوا باستمرار دعم القناة من خير الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته